مسألة أخرى سماعي اللي تكلمتي عنه واللي خسنا نهضره عنه هو قميص نادي الرجاء الرياضي فوق كل اعتبار أنا اليوم كنسمع بعض الكلام كتدور في الكواليس بأنه بعض الأخبار كتروج في الكواليس بأنه كنين بعض اللاعبين اللي ما بغوش يجدوا العقد ديالهم مع نادي الرجاء الرياضي وطلب منهم يلعبوا وعنوا مباراة الديربي ورفضوا أنا أولاً بعدها كنحيي محسين متولي على التراجاوي دياله لأنه اتقادى له العقد دياله انتهى للعقد دياله وطالبوا الرئيس والليجنة التقنية باش يلعب مباراة الديربي وافقه هو ومجموعة من اللاعبين اللي ما عنديش ولكن العارضة دياله محسين متولي كن كن بعض اللاعبين يماشي أبناء الرجاء اللي الرجاء عطاتهم اسمية وعطاتهم ألقاب وهو ما كون جوا في البتوك ديال العلامة أنا كنسميهم العلامة غندوا بلغة الكورة غن نحيدوا من بروتوكول شوية حميد ناطير، زكريا عبوب، نجاري، أحقي كون جوا في البتوك والله أخو يا عبد جليل ما يلعبوا يقول بيا والله ما يلعبوا في الرجاء ولكن يلقوا السيبة، يلقوا السيبة في تسير والقوا السيبة في الإدارة التقنية والله هما كيدفعوا كبير على الرجاء لأنه أبناء الرجاء مثل إسماعيل بن المعلم مشكور ومثل متوليه ومثل ألحاج هذه اللاعبين استفدت منهم الرجاء سواء من الانتدابات أو من حوية شغرة، أو من الألقاب أو من حوية شغرة لأنه مني كتكون إبن الفارق، ما كتسناش شي سريع العقد ديالك بش مشي ليبر وتضرب الفارقة من بعد، لا، مثل هشام أبو شروان، مثل فهمي، مثل كم مني استفدت منهم الرجاء مثل بوشعي بن باركة وخمشي ابن الرجاء، وكنا كعتبروا إبن الفارق لأنه أعطى شيء كثير رائع رائع بالفارق، رائع بالفارق فبالتالي، هدوك اللاعب اللي بغي يمشي رأى شفنا المستوى دياله ما هذا الموسم إذا اللي كانش واحد مستفد طرفين رأوا مني يستفدون من الرجاء، والراجاء كتبطة فوق كل شيء لأنه هما رهجاء وألقوا الرجاء في شركات في دو كوب ديومونت دات روات شامبيونزليك، شنو هما الإضافة اللي أعطوا الرجاء كلاعبين ما أعطاهم لمدين جودة القناة معهم على المشاكين نهاية الدرس